تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس شركة هاير مصر المرحلة التالية من مجمع مصانع العشر من رمضان وأكد رئيس الوزراء احرص الحكومة على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لشركة هاير العالمية لإقامة مجمع الشركة الصناعية المتكامل بمدينة العشر من رمضان مجددا التأكيد على إطاحة الدعم الكامل لتعزيز دور قطاع الصناع في تحقيق الأهدف الاقتصادية المرجوة من جهته تطرق رئيس شركة هاير مصر إلى عدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة استغلالا لما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر